طبعاً ما ينفعش بردو نعاد كده الملف ده غير لما نتكلم شوية عن تصريحات كيراش ونشوف التويتر كمان اللي هو عملها اللي تقريباً أكتر من مش عارفة كان وصله المليون دلوقتي ريتويت عملت بعد التويتر اللي هو كتابة بس خلينا نروح لأهن التصريحات أنا وكريم يعني حبينا بردو ننزلها التكلم في البداية عن ساعاته كبيرة بالفوز وقال إن اللعيبة كمان حولت إن هي تخلق فرص عديدة وده كان ظاهر في أرض الملعب بعد كده تحدث عن الأردن قال الأردن بدأت المباراة بشكل جيد جداً واستحقوا إن هم يسجلوا كانوا مركزين كمان في الملعب لكن إحنا اللي استطعنا يعني نهاية أو إن إحنا ننهي المباراة اللي صالحنا كان اللي موجودة دي لتويتر اللي بقول لحضراتكو عليها كان بيكلم وقتها بصراحة كلام محترم وفي تشجيع وفي إجابة أيضاً تحدث إن هو لو نتكلم عن حمدي فتحي لأنه برضو سؤل عن حمدي فتحي وقال لم ننتهي من التقييم الطبي الدقيق لحمدي فتحي ده بقى الجزء المهم الإضافة بقى اللي هو قالها قال بالتأكيد ارتكبنا أخطاء وهذا ما تفعله الفرق الأخرى ولكن إذا أعدنا التفكير وغيرنا اللاعبين فهؤلاء اللاعبين إذا لم يخطئوا ويلعبوا فلن يتعلموا أنا عجبتني دي بصراحة يعني ناس كتير كان بتقول لك هو إحنا لسه هنجرم هو إحنا بس هو بتكلم على فكرة آه خلي اللاعب ينزل ويجرب ويغلق عشان يتعلم فنقطة كانت برضو محترمة بشكل موضوعي للأمانة يعني وبشكل موضوعي مكوش بقى مجال لللبس يعني الرجل قال لك آكر عندنا أخطاء وتعلمنا منها آه أنا لاحزت إن كان فيه مثلا مسافات كبيرة ما بين الخطوط المختلفة ودي برضو حاجة هنرأيها في الجايفة فكرة إن هو يقول كده وبشكل صريح في مؤتمر صحفي برضو نقطة تحسب له الحقيقة بالضبط بالضبط شكرا